أنا معي الآن ناهد يوسف مرسلتنا في الجنوب ناهد أهلا بك كنا نتحدث عنه أنها الغارة الأولى لأول مرة التي تستهدف بلدة الغازية في صيدة أو صيدة وكنا نسأل ما الذي يعني ذلك لو تعطينا بعض التفاصيل ناهد وأنت تابعت كل البلدات الجنوب التي استهدفت بغارات إسرائيل بالفعل محمود هي المرة الأولى التي تستهدف فيها بلدة الغازية والتي تقع وهي ملاسقة تماما لمدينة صيدة كان سابقا الغارة السابقة التي حصلت في جدراء أيضا كانت قريبة من مدينة صيدة هي المرة الأولى التي تستهدف هذه البلدات هي بعيدة أكثر من 60 كم عن الحدود الجنوبية لذلك هي مستغربة كانت بالنسبة للمواطنين وهو الذي كان يخيف أو يرعب اللبنانيين في الفترة الأخيرة بعد أن أصبحت هذه الغارات تتنقل بين منطقة وأخرى ولم تعد محصورة فقط في البلدات الحدودية أو على الشريط الحدودي بطبيعة الحال هو استهداف إما لشخصية أو لمركز معين حتى الساعة ليست هناك من معلومات واضحة حول طبيعة هذا الاستهداف غارتان نفذتا على تلك المنطقة كنا رأينا الصور التي انتشرت والفيديوهات التي انتشرت لهتين الغارتين النيران التي اندلعت والدخان الأسود الذي غطى سماء تلك المنطقة ولكن حتى الساعة ليست هناك من معلومات محددة إن كان استهداف لمركز معين أو إن كان لشخصية ما حتى إن كانت من حزب الله أو من حماس ليس هناك معروف أو أي معلومات حتى هذه الساعة حول من أو ما هو المستهدف في هتين الغارتين يعني البلدة الغازية في صيدة بعيدة عن الحدود مثلا ناهد يعني هل لم تستهدف طوال أيام الحرب الماضية هل أنها كانت بعيدة قليلا عن الحدود أم لها خصوصية ما نعم هي بعيدة أكثر من ستين من ستين إلى خمسة وستين كيلومترا عن الحدود الجنوبية محمود هي أقرب إلى العاصمة بيروت من أن تكون قريبة إلى صيدة يعني أو عفوا إلى الجنوب يعني غارات في الأمق اللبناني وليس في الأمق الجنوبي يعني الذي دفعهم لأن يقدموا على هذه الغارة إذن نحن أمام هدف إسرائيلي سعوا إليه فوصلوا بهم الأمر إلى أن يضربوا في الأمق اللبناني وليس في الأمق الجنوبي أكثر بالفعل دائما محمود الاستهدافات التي تكون في العمق الجنوبي تكون هي لهدف معين إما لاغتيال شخصية ما من حزب الله أو من حماس أو لتكون مركز معين ربما لحزب الله يعني طبعا حتى الساعة ليست هناك من معلومات واضحة حول ما هي هذا الاستهداف ولكن الأكيد أنها أرعبت المواطنين في تلك المنطقة خصوصا أن منطقة الغزي محمود هي منطقة مقتضى جدا بالمواطنين حركة السير دائما تكون مقتضى على طرقات الغزية وهو الأمر الذي أرعب المواطنين في تلك المنطقة دائما هي ملاسقة لمدينة صيدة مدينة صيدة تعتبر بوابة الجنوب هي أول منطقة في جنوب لبنان من بيروت إلى الجنوب لذلك هي أقرب إلى العاصمة من أن تكون قريبة إلى الحدود وكما ذكرنا هي بعيدة أكثر من 60 كم عن الحدود الجنوبية طبعا نحن بانتظار معلومات أكثر من مصدرنا حول طبيعة هذا الاستهداف إن كان استهدافا لشخصية ما إن كان في حزب الله أو في حركة حماس أو إن كان لاستهداف لمركز معين لهذه الفصيلين ترجمة نانسي قنقر